طب نعمل ايه بقى؟ لازم نعرف ان احنا كمان نتعود للتعبير عن الحب انا اقولكم شوية اجراءات تخلي الحوار جيد اول حاجة لازم نتعلمها عشان الحوار يبقى جيد ان احنا يبقى عندنا طول الوقت حوار مستمر بس بالله عليكم هناك محزورات في التفاهم هناك محزورات في لغة الحوار الماضوية مفيش كلام في الماضي نحن سنتكلم في حوارنا اليومي عن المستقبل والسعادة عن المستقبل والسعادة في شيء يومي بيساعد على الحوار بيساعد على ان احنا نتفاهم مع بعض ايه هي؟ التعبير عن الحب ولازم اعرف شريك حياتي بيحب التعبير عن الحب ازاي؟ في حد بيحب التعبير عن الحب بالكلمات كلمات الحلوة كلمات التحفيز وانا اقول لكم ابتداءا كده كتروا من كلمات التحفيز أي حد عايز يخلي شريك حياته يتفاهم معاه يقوله كلام حلو عارف ليه؟ لأن العدائية الحوارية بتبدئ دي لما الواحد يحس أنه مهان فيروح يدفع عن نفسه قوله كلام حلو للبعض ابعثوا رسائل حب وامتنان لبعض طول اليوم لو عملتوا كده هتلاقوا لغة التفاوم هو إيه اللي حصل احنا بينا نفهم بعض ونحب بعض ليه؟ لأن الواحد حاسس أنه أنت بتقدره بتحبه بيتمتني إليه يبقى أول حاجة نتكلم كل يوم بشكل متزد أقل حاجة نص ساعة كل يوم عن المستقبل والسعادة بنتكلمش في الماضي تاني حاجة لو سمحتم امتنوا لبعض وعبروا عن حبكم بالكلمات الحلوة كل يوم الحاجة التالتة والمهمة عشان تقدروا يبقى بينكم لغة التفاهم ما تكملوش الحوار لما يشتعل طفوا الحوار فكذلك لما حضرت النبي أمرنا إن إحنا نتوضأ إذا حصل لنا الغضب وقال إن الماء بيطفئ النار لو سمحتوا أجلوا الحوار بس لما تجي أجلوا الحوار أجلوه لوقتي تاني واتفقوا على موعد وتعالوا في الموعد ده وما تبتدوش من أول الحوار ابتدوا في المكان اللي أنتو ويفتوا فيه الحاجة اللي بعد كده لو سمحتم لازم نتدرب على فكرة التفاهم محتاج لمهارات تدريب التواصل محتاج لمهارات مهارات إزاي أنا أستطيع أن أنا أسمع من أمامي وانا عندي غضب وإزاي أستطيع أن أنا أسمعه مش أعالج غضبي إزاي أنا أستطيع أن أنا أستعين بالورقة والألم في بعض الأحيين مش عشان أخذ النقاط اللي أنا هرد بيها لكن عشان أنا أستطيع أن أنا أكتب النقاط المهمة اللي قالها رابع حاجة لو سمحتوا ما عايزين الحوار بينكم يوصل للتفاهم اعملوا اعملوا هذه الخاصلة اعملوا هذا الخلق الحسن اللي هو خلق الايه التلخيص لما حد ييجي يتكلم مع شريك حياته إيه اللي حصل بعد ما يتكلم معاه يقوله اسمح لي أن أنا لخص كلامك أنت قلت كيت وكيت 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 هل الكلام ده صحيح؟ يقوله صحيح هو بيحس أن أنت حسس به ومؤدره وفهمه يا سادة إحنا محتاجين أن إحنا نفهم بعض ومحتاجين نتدرب ومحتاجين نتعلم وعلى فكرة مش عيب أن إحنا في أول الأمر نختلف لكن العيب أن إحنا نفضل نحافظ على الاختلاف ده ونخنق الائتلاف هنقدر نتفاهم بس لما نمشي على هذه الرشدة ونستمر عليها هنجد التفاهم دخل قلوبنا وهنجد أن أول باب من أبواب الراحة والأمان أن أنت تحس أن أنت عايش مع حد بيفهمك يا رب رزقنا الفهم وجوانا على الدوام من أهل السعادة ترجمة نانسي قنقر